رغم كل اللي بيعمله ده وليس فيه ناس بتقلل منه وشافها منتهي بعد الهاتريك اللي سجله أمام الفتح الأسطورة كريستيانو يصل إلى الهاتريك رقم 63 في مسيرته الكراوية ويصبح أول لعب في تاريخ كرة القدم يسجل في الدوري خلال 22 موسيب وبيصل إلى تسجيل 213 ثنائية في مسيرته الكراوية ويقولك منتهي ومن بداية الدوري السعودي حتى الآن لم يحصل لعب على تقييم أعلى من كريستيانو رونالدو بعشرة من عشرة ده غير الثنائية الجميلة بتاعت روالدو ومانيق اللي هتود النصر في حتة تانية هل تتوقع يا بولكباتي ممكن يتوج النصر بالدوري السعودي ولا صعبة؟ مفاجأة في الاتحاد كريم بنزيمة يطلب الرحيل عن الاتحاد السعودي بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية إن العلاقة متدهورة جدا ما بين المدرب سانتو وبنزيمة المدرب سانتو أوضح إن اللاعب كريم بنزيمة لايوناس بطريقة لعبه ولم يطلب أصلا التعاقد معاه والله ورخصتها تفاح بقى قائد ريال مدريدي تعمل فيه كده؟ أنا مش هتكلم أصلاحنا شبه بعد يا بولكباتي فلازم أدفع عنه بنزيمة كلم المفاوض السعودي اللي أقنعه بالحضور إلى السعودية عن عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة الغير احترافية من المدرب سانتو وأشارت الصحيفة إن بنزيمة طلب شارط القيادة أمام اللاعبين لكن المدرب سانتو رفض بحجة اختياره للبرازيل لرمرينهم فبرأيك يا بولكباتي إذا اضطر نادي الاتحاد لإبقاء واحد فيهم فتفتكر هيضحب مين؟ جامهير اتحاد جدة تطالب بالتعاقد مع محمد صلاح بأي تمل حتى في جامهير الاتحاد باسم محمد صلاح في المدرجات قبل بداية في مباراة الفريق أمام الرياض وارتدوا قناع يحمل صورة صلاح فبريز رومانو صرحوا إن نادي الاتحاد عرض على محمد صلاح ضعف الراتب اللي عرض عليه في العرض الأول 100 مليون يورو ليفربول و2 مليون يورو لصلاح أسبوعيا يعني يا بولكباتي 80 مليون جنيه مصر قصري خاصة وطيارة خاصة ونسبة من مبيعات التشيرتات الخاصة بصلاح و3 سيارات لعائلته عرض مغر جدا لأي لعب على كوكب الأرض مراسل بين سبورتس قال محمد صلاح وافق على عرض الاتحاد السعودي على الجانب الثاني بقى قال موافوق دافيد أورنستن قال موقف ليفربول ثابت محمد صلاح ليس للبيع رأي الشخص إن محمد صلاح لو غادر ليفربول انت عارف وانا عارف إن الريدز هيكون في الضياع هنرجع لقام التكشف تاني هلا هيستسلب محمد صلاح وليفربول لضغوطات السعودية ولا هيكمل اللاعد مع الريدز هو ليه ليفربول مينفعش يفرط خالص في محمد صلاح ولو ده حصل هيبقى خطأ تاريخي بعيدا عن خبرات محمد صلاح الرائعة اللي بينيلها الزمانه في الملعب وإن وجوده مصدر اتمنل للمنظومة إلا إن أرقامه وتختمها أسبوعيا بيصنع حالة من الزخم على السوشيل ميديا اسم ليفربول بتكرر في كل مكان وفي حالة رحيله فليفربول هيخسر حالة الصخب دي اللي مش هيلاقيها بسهولة في أي لعب كان صلاح حالان هو خامس هداف ليفربول التاريخيين في كل المسابقات برصيد 187 هدف متفوقا على ستيفن جيررد صاحب الـ 186 هدف كمان إنه مساهم بـ 200 هدف في الدور الإنجليزي مع تشيلسي وليفربول بتسجيل 140 هدف وصناعة 60 أسست كمان إنه الأول مرة بيسجل في الجولة التانية من الدور الإنجليزي فهل يا ملكبات هتستمر أرقام صلاح القياسية في الجولات اللي جاية ولا لا؟ أبرز التصراحات اللي قالوها النجوم والأساطير عن تأثير كريستيانو على الدور السعودي جورديولة قال كريستيانو غير الدور السعودي قبل كام شهر لما كان هو الواحد هناك محدش كان يفكر إنه كل النجوم دي روحوا الدور السعودي ولكن بعد قدومه حصل ده وهيكون هناك المزيد في المستقبل أما عن بنزيمة فقال صديق كريستيانو موجود هنا إنه يظهر أن السعودية بدأت في التطور وإن عندهم دور قوي بالفعل وجوده في السعودية يمثل تقدم مستوها أما عن البرازيلي نمار فقال أنا مؤمن بأن كريستيانو كان هو سبب بهذا التغيير التاريخ اللي حصل في الكرة السعودية لما راح الدور السعودي وصفوه بالمجنون والآن الجميع هنا أما عن رون اللي دايما بانتقد كريستيانو فقال يمكنك أن ترى تأثير كريستيانو في السعودية من خلال رؤية عدد اللاعبين القادمين إلى الدور السعودي من بعده وجود لاعب مثل كريستيانو يصنع الفارق دائما أما عن النجب السنغالي سادي ومانيه فقال وجود كريستيانو هنا دفع عني لقبول العرض من النصر السعودي تخيل أنت أبو الكباتن تأثير رونالدو وصل ليه لم ولن يكون هناك لاعب لدي تأثير مثل كريستيانو رونالدو مؤسس الدور السعودي فايزة العماري والد تنبابيه تتهم نصر الخليفي على ما يبدو كده أبو الكباتن أن مشكلة تنبابيه لسه ما تحلتش بل بتسوق أكتر حسب ما ذكروا الصحف الموافوق توماس جونزاليس فإن فايزة العماري والد تنبابيه اتهمت نصر الخليفي رئيس نادي باريس بسوق معاملة تنبابيه من أول مجدد في الصفل اللي فات مع النادي وأكدت أن نمبابيه وافق على التجديد بعد ضغطات فرنسا وماكرون رئيس دولة فرنسا على الرغم من أن اللاعب رغبته الأولى والأخيرة هو الانتقال إلى ريال مدريد فضحتهم بمعنى صح أضاف الصحفي أن باريس سان جرمان بلغ نبابيه في حالة عدم تجديده فلازم يظهر للجمهور ويعلن رغبته أمام الجميع ويوضح موقفه واشترضت فايزة العماري على الخليفي أنه يعتذر منها ولو ما اعتذرش أنا مش هخلي بني ينزل التدريبات ولا النادي ولا أي حاجة وبالفعل بيعتذر الخليفي منها وعلشان كده شفنا نبابيه بينزل التدريبات وبيلعب أول مباراة ليه فاعتر أبو الكبات المسلسل نبابيه ده هينتهي على إيه بيلينجهام يحقق رقم قياسي في القرن الواحد وعشرين جوهرة بكل بساطة ريال مدريد يمتلك جوهرة لما حد يسألني مين أنجح صفقة حدثت هذا الصف هقول له طبعا جود بيلينجهام وأنا مغمط ذكرت شبكة أوبتل الأرقام أن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام أصبح أصغر لعب في القرن الواحد وعشرين يسجل في ثلاث مباريات متتالية ريال مدريد في الدوري الأسباني في عمر العشرين عام وسبعة وخمسين يوم ويعاد الرقم الأسطورة كريستانو رونالدو في ألفين وتسعة بتسجيله خلال أول ثلاث مباريات في الدوري الأسباني اللي متكلم عنه ده بولكباتين جود بيلينجهام لاعب خط وسط ولكنه يمتلك قدرات هجومية مميزة جدا بتخليه يسجل الأهداف ويصنع كمان فهل من وجهة نظرك يا بولكبات لأن ريال مدريد محتاج إلى مبابيه ولا لا؟ ليه أصار تشاوميني أن يشتري بيانه في منزله كشفته الصحف المدريدية عن أن لاعب وسط منتخب فرنسا وريال مدريد تشاوميني قام بشراء بيانه في منزله علشان يفضل يتعلم عليه عائلة اللعب أكدت أنه لما بيشوف بيانه في أي مكان بيجري عليه ويقعد ويبدأ بالعزف هو مفيش سبب واضح للموضوع ده ولكن عائلة قالت أنه عنده رغبة في تعلم هويات جديدة علشان يقعد في البيت أكتر وقت ممكن بدل ما ينزل ويخرج بره ومنزله من الشوارع علشان ما فقدش تركيزه اللي محتاجه جدا لموسيم ده كانت يا بولكبات أنت قايم لنا أداء تشاوميني من وجهة نظرك من عشرة قال اتحاد الإنجليزي بيكبر مخاطر ليفربول ويورجون كلوب تلقى يورجون كلوب مدرب ليفربول خبر صار جدا بعد لقاء بورنموف يوم السبت اللي فات في الدور الإنجليزي وإنه ألغى الاتحاد الإنجليزي البطاقة الحمراء لمكاليستر افرح يا عم كلوب واللي فاس في اللقاء ده ليفربول 3-1 وخلال شهوط التاني تم طرد مكاليستر ونجح ليفربول في سحب البطاقة الحمراء على لعابه الأرجنتيني من خلال الاستقناف اللي قدمه ضد إقافه 3 مباريات وأصبح النجم الأرجنتيني مكاليستر جاهز لمواجهة نيو كاسل يوم الأحد القادم في الجولة الثالثة من البريمير ليج ونزل اللاعب ستوري كمان بيشكر فيها ليفربول فهل تتوقع يا بولكبات ان الريتزي ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم ولا لأ منتخب المغرب ولا منتخب أسباني لامين يامال يختار تمثيل المنتخب الأسباني لامين يامال ذو الأصول المغربية ولامين يامال أو جمال يوم 13 يوليو 2007 وهو لأب مغربي وأم من غنية الاستوائية وبحسب صحيفة ماركا الإسبانيه إن لامين يامال وعائلة تفضلوا منتخب أسبانيا على منتخب المغرب الاتحاد المغربي كان شايف إن يامال مجرد لعب جايد إنما الاتحاد الأسباني شايف إن يامال موهبة ولازم تمثل منتخب إسبانيا وبالفعل مسؤول الاتحاد الأسباني اجتمعوا مع اللاعب وعائلته وأقنعوهم وسيتم استدعاء اللاعب لقائمة المنتخب الأسباني في فترة توقف الدولية المقبلة خلال شهر ستمبر فقال يا بولكبات انت كمغربي كنت تتمنى تمثيل جمال للمنتخب المغربي ولا لا؟ اللاعب الإنجليزي هاري كين بينتهي قواعد البوندس ليجا قالت صحيفة بلد إن هاري كين مواجم بايرن المونخ الجديد انتهي قواعد الدوري الألماني مع أول مشاركة له في البوندس ليجا مع فريقه ضد فرد بريميل ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدف وأشارت الصحيفة إن هاري كين قام بانتهاك لإحدى القواعد في البوندس ليجا وهي بارتداء خاتم زواجه عادة قد عم الشهالو ده لعب لسه جديد وميعرفش حاجة قالك يا بولكبات ان ارتدى خاتم زواج في يده اليسرى والمفروض يحضر ارتداء المجوهرات سواء كانت قلادة أو أساور أو دهب أو حتى خاتم الزواج أثناء المباراة فهل تتوقع يا بولكبات ان نجاح هاري كين مع بارن مونخ ولا لا؟ واحد من أقوى المقاتلين في العالم من هو حارس ميسي في إنتر مياني صحيفة لاناسيون الأرجنتينية قالت إن يا سينشويكو جندي أمريكي سابق هو واحد من المشاركين في حرب العراق عينه مخصوص دافيد بيكم لمراقبة ميسي داي ظل له بيمنع أي حد يلمس ميسي ولو تصور معي تصور من بعيد وبيمنع أي مشجع من ابتحام الملعب علشان يتصور مع البرغوت ومش بس في الملعب إذا كمان حارسوا الشخص في حياته الخارجية اللي برا الملعب بيظهر على الخطة بولكباتن وبيجري مع كل تحركات ميسي للحظات كده تحسوا إن مليل فني بيبدل لعبة علماية ولكنه في الأساس حارس ميسي الشخصي